اسماك لا نهائية يا رجل هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن توزن لهب طبعا في هذا المقطع رح أعلمكم كيف تجيبون اسماك لا نهائية نعم رح تروح للمكان المعين ورح تسوي الشيء المعين ورح تحصل اسماك لا نهائية تشيل 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 الين ما تتفش طبعا مقطع اليوم مشابه جدا لمقطع الشلال اللي نزل سابقا كنا نروح ورا الشلال ونحصل اسماك مرمية نقدر نشيلها بشكل لا نهائي فمقطع اليوم مشابه جدا لهذاك المقطع طبعا في مقطعنا اليوم رح يكون عندنا مكانين المكان الأول رح يكون في له اسماك لا نهائية وما رح تدفع فيها ولا فلوس يعني أرباح وأرباح والمكان الثاني رح تخسر فقط رصاص لكن رح تحصل اسماك ذات قيمة عالية جدا يعني سبعة دولار ستة دولار خمسة دولار فمكانين جدا جدا أسطوريين لازم تعرفها فيلا نخش في المقطع طيب أول خطوة رح تصيد الهوى غزالة أو حيوان متوسط يمديك تحطه على الهوى مؤخرة الحصان لكن أنا أنصحك صراحة أنك تاخذ لك غزالة وحاول بقدر الإمكان أن تكون الغزالة ثلاثة نجوم بعدها رح تتوجه لهذا النهر بالقرب من مدينة الهوى بلاك ووتر زي ما تشوفون في الجيم بلاي صيد غزالك وتوجه للمكان لما توصل للمكان الآن رح نبدأ بالخطوات الفعلية للحركة حقنا أول شي رح تاخذ الهوى الغزالة من مؤخرة حصانك بعدها رح تتوجه عند هذه الحجرة تحديدا ورح ترمي الهوى الغزالة مقابل لهذه الحجرة زي ما تشوفون في الجيم بلاي رمينا الهوى الغزالة مقابل لهذه الحجرة بعدها رح تطلع الهوى فوق الحجرة طبعا الآن رح تنتظر من ثلاثين ثانية دقيقة إلى دقيقة ونص بعدها رح تلاحظ الهوى الأسماك بدت تتجمع حول جثة الغزال رح تحصل السمكة جاية من البحر تطلع من البحر تقرب من الغزالة ورح تموت تطلع من البحر تقرب من الغزالة وتموت تطلع من البحر تقرب من الغزالة وتموت ورح يستمر هذا المنوال أول ما تقرب السمكة على طول رح تموت 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 ورا كذا ورا كذا ورا كذا ورح تجيك يعني أعداد لا نهائية من الأسماك سمكة ورا سمكة ورا سمكة ورا سمكة انت انتظر الين ما تتجمع بشكل كبير بعدها رح تبدأ تجمع حبة ورحبة ورحبة فالحركة جدا جدا رهيبة وما رح تاخذ منك خمسة دقائق إلا وانت مجمع لك درزا من الأسماك فحركة جدا جدا رهيبة وبسيطة فقط جيب الغزالة وحطها في المكان زي مور ريتك انتظر الين ما الأسماك تجي حول الغزالة وانت رح تبدأ تجمع ما انت خسران ولا شيء ولا انت طالق ولا رصاصة فقط الأسماك رح تموت وانت رح تشيل وترى هذا المكان يعني ما حد يعرفه أمس اليوم كامل وانا شغال عليه ما حد آذاني ولا حاجة صراحة المكان جدا جدا أسطوري تقدر يعني تفلل جيبك مليان والآن رح نبدأ نتكلم عن الهوى الأسماك وكم أسعارها وكم رح تنباع إذا وصلت عشر أسماك طيب في هذا المكان في ستة أنواع من الأسماك اللي تقدر تاخذها بلاش وبشكل لا نهائي وكل نوع له سعر خاص به وأيضا كل نوع تقدر تاخذ منه عشرة أول نوع سعره دولار واحد وتقدر تاخذ منه عشرة فرح يجيب لك عشرة دولار النوع الثاني سعره دولارين وتقدر تاخذ منه عشرة فرح يجيب لك عشرين دولار النوع الثالث يجيب لك صفر فاصل خمس وسبعين سنت وتقدر تاخذ منه عشرة فرح تجيب سبعة ونص دولار تقريبا النوع الرابع يكلف دولار واحد وتقدر تاخذ منه عشرة فرح تحقق عشرة دولار أرباح صافية بدون أي تعب النوع الخامس رح يعطيك الهوى دولارين وتقدر تاخذ منه عشرة فرح تطلع بعشرين دولار والنوع السادس والأخير يعطيك الهوى دولار واحد وتقدر تاخذ منه عشرة فرح تطلع بعشرة دولار صافي أرباح فإذا أخذت الست أنواع كلها فل الفل وكلها عشرة رح تطلع تقريبا بثمانين دولار في خمسة عشر دقيقة بالكثير 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 إذا طولت عشرين دقيقة وإنت ما أخذ فل الفل من هذه الأسماك وثمانين دولار زي اللهب نصائحي في هذا المكان رح تكون كالتالي دائما دائما حاول أنك توزن الحصان مصبوط بحيث أنه يكون نص على البحر والنص الآخر يكون على اليابسة عشان تضمن أنه 100% الأسماك لما تطلع تموت هذه النصيحة الأولى النصيحة الثانية خليها دائما دائما تتراكم وتتجمع عشان مرة واحدة تقدر تشيلها حلوين النصيحة الثالثة أخذ هذا المكان كرحلة يعني مو فقط تعتمد على الأسماك لا صد لك مثلا أرانب غزلان بط بك يعني صد لك مجموعة من الحيوانات الإضافية إضافة للهو الأسماك طبعا إذا أخذت فل الفل من الأسماك وضفت لها مجموعة من الحيوانات البسيطة قد تصل أرباحك لمية دولار صافي أرباح بدون أي تعب في 20 دقيقة فقط صراحة حركة جدا جدا رهيبة استغلوها بقدر الإمكان لأنه ممكن روكستار مستقبلا تقفل هذه الطريقة فيلا الآن ننتقل للطريقة الثانية بالنسبة للمكان الثاني صراحة أنا أشوفه أفضل من المكان الأول لأنه في له مجموعة كبيرة جدا من الأسماك ذات القيمة العالية واللي تحقق لك أرباح بشكل كبير جدا طبعا المكان رح يكون في مدينة السان دينيس تحديدا في هذا المكان زي ما تشاهون في الجيم بلاي تقريبا هو بيت أنجلو برانتي الشخصية الغنية الإيطالية اللي كان في الأوفلاين فرح تتوجه لهذا المكان بعدها رح نستكمل سويا طبعا لما توصل للمكان رح يكون شكله بهذا الشكل طبعا لما تجي لهذا المكان وتطالع في النافورة غالبا غالبا ما رح تحصل أسماك مرسبنة وما رح تكون الأسماك موجودة فعشان ترسبن الأسماك كل اللي عليك أنك تطلع السنارة كلكم تعرفون كيف تطلعون السنارة فطلع السنارة وحط طعم وأرمي السنارة في النافورة انتظر شوية 30 ثانية دقيقة واحدة بعدها رح تبدأ الأسماك ترسبن معاك زي ما تشوفون في الجيم بلاي فإذا كنت شخص جيت للمنطقة هذه وما حصلت لهو الأسماك مرسبنة كل اللي عليك أنك تطلع لهو سنارتك وترمي السنارة جوه النافورة ورح تبدأ ترسبن الأسماك بشكل جنوني يعني فقط طلع السنارة ورح تبدأ ترسبن معاك الأسماك طبعا لما تبدأ ترسبن الأسماك رح تخش جوه النافورة ورح تبدأ تصيدها بالفارمنت رايفل أو سلاح الصيد إذا ما كنت تعرف كيف تجيب سلاح الصيد رح يكون في محل الأسلحة اسمه هو الفارمنت رايفل ورح يكون سعره 72 دولار فتعال عند النافورة وأبدأ صيدها بالفارمنت رايفل سمكة ورى سمكة ورى سمكة رح ترسبن مجموعة كبيرة من الأسماك إنت تقدر تصيدها نصيحة لك ركز ركز على الأسماك الكبيرة لما تجي لهذا المكان إذا حصلت سمكة كبيرة على طول صيدها بالفارمنت رايفل طبعا زي ما تشوفون أنا أول مرة جيت لهذا المكان رسبنت معايا أربعة أسماك كبيرة كل سمكة رح تنباع بسبعة دولار وخمسة وعشرين سنت قدرنا نجيب منها أربعة تقريبا رح نطلع بتسعة وعشرين دولار صافي أرباح فركز على الهوى الأسماك الكبيرة إضافة للأسماك الصغيرة اللي ترسبن يعني مو فقط ترسبن الهوى دائما أسماك كبيرة لا ممكن ترسبن في أسماك صغيرة فإنت عشان تجدد الرسبون رح تطلع بره الهوى النافورة وتطلع سنارتك وراح ترجع ترسبن معاك الهوى أسماك جديدة بأشكال جديدة فدور لك على السمكة الكبيرة وصيدها 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 لأنها ذات قيمة عالية جدا جدا وما رح تندم إنك صدت طيب يا صالح أنا حصت لي سمكة كبيرة وصدتها وهي في يدي الآن كيف أطلعها من الهوى النافورة ما أنا قادر أطلع بكل بساطة رح تجي لهذا المكان بعدها رح تطالع في السماء فوق بعدها رح تضغط الهوى R2 رح تحصل شخصيتك رمى الهوى السمكة خارج النافورة تجي تشيلها وتوديها للمكان اللي تبغاه أو عند الجزار اللي في مدينة السان دينيس بالنسبة للنصايح في هذا المكان أنصحك أنصحك أنك دائما تركز على الأسماك الكبيرة لأنها هي أفضل شيء وأيضا جيب لك حصان ثاني أسترقلك حصان من أي أحصنة المواطنين وحملوا بيل هو الأسماك سمكتين زي اللهب في أربع دقائق خمسة دقائق رح تطلع لك أربعة عشر دولار ونص وإنت متكي مرة ما تعبت والجزار أصلا بجنبك على طول فاستغلوها بقدر الإمكان طيب كذا صلنا معاكم لنهاية المقطع لا تعرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدا الآن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة